موسيقى مشاهدين أمس الخير إليكم أشخباركم من مدينة مكنس هذي استاطف جمعية اللي اختارت الموسيقى الروحية كمجال تنشط فيه مشون تعرفوا إليها السلام عليكم كيف ديري بساريكم سحب الخر شرفوني المعرفة ديالكم عكسين حبيبي رئيس الجمعية تروح مكنس مشارفين معك زكريح الداني الكاتب العام ديال نفس الجمعية مشارفين شكرا بارك الله فيكم محبا بي عندكم محبا بيك بارك الله فيكم سي زكريح كيف اجت الفكرة ديالتأسيس ديالجمعية تأسيس ديالجمعية تروح مكنس نطلقا أنها كانت فرقة ولازالت تشتغل في المجال الموسيقى الروحية إذن بلاش نمكننا نسعود دائرة ديالجمعية الأنشطة ديالنا كان لازال من علينا أن يكون لدينا واحد الإطار القانوني للشيخ والسياسين علش اختارتوا بالضبط الموسيقى الروحية اختارنا الموسيقى الروحية بطبيعة الحال كما مكيخفش على الجمهور الكريم أن ياسين حبيبي هو فنان مغربي يشتغل في هذا المجال منذ يعني تقريبا عقد من الزمن فلهذا اختارنا هذا الفن هذا بالضبط لأنه يواتي المدينة المكنسية الإسماعيلية الحاضرة الإسماعيلية وكي ننهض بهذا الفن الروحي وهذا التورات المغربية في هذه الحاضرة إن شاء الله تعالى العتيقة مستقبل بإذن الله من خلال عدة أنشطة ثقافية وفنية وشنو هي الأنشطة اللي كتزولوا في إطار الجمعية؟ الأنشطة هي أنشطة متعددة كين المهرجانات كين الندوات كين النوارشات وتكوينات اللي كي يستبدوا من النوع بدرجة أولى الناشئة والشباب وشنو هي لديكم ده؟ عندنا جلسة قيمية ديال الدورة الثانية لمهرجان المكنسة بدو وليل الثقافة وفنو قدروا مشون نحضر معكم؟ نعم شكرا أحلى بكم أتفضل أشكر الأستاذ الفنانة ديال أسماء روسي اللي جبت مجموعة من أطفال البراعيم وإضافة إلى أطفال ديال من المجموعة المدرسية وكان الموكب رائع الفرقة الموسيقية كانت في الموعد أنا أعجبت كثيرا بالأستاذيسين في ذلك الملحمة اللي فاجئنا بها خير مفاجأة فيما يخص كي تقولون يتمنع للشيغال ديالفرقة الموسيقية صراحة كان واحد تزاوج اللي أمينونج اللي هو كان ناجح ومنكروش أن ديال واحد مجود كبير هذا يعني بأنه ما قيناش مجاكل من ناحية تنظيميات لا ضرم عدة عوامل يتدخلات نسال شبه تحدي فعلا تحدي أنه ما تصار على يعني وش يجيب الناس لفنانا ووش كانوا مجموعة هذه الوجوه الفنية اللي هو مجاو الفنان هي شامبهلون والتكريم دياله سياسين شو المشاكل والإكرهات اللي كتواجهها الإكرهات اللي كتواجهها جمعية تروح مكناس حقيقة هي أنها ما طلقتش دعم من جميع مثلا الجهات المعنية والمسؤولة بالأمر تاني حاجة لو لا تدعم المجموعة مدراسية خاصة ما كانش ممكن يستمر هذا المشروع هذا اللي هو مهرجان مكناس دول ثقافة الفنان هاد الهدف ديال هاد المهرجان هو الإشعاع هو النهوض ثقافيين وفنيين وسياحيين بهذه المدينة وتعرف بها خارج أرض الوطن حتى نكون مساهمين في الخطاب ديال سيدنا اللي هو التنمية فاحنا كل من جهاته كي ساهم بتنمية سواء جمعية أو مؤسسة أو أي يعني رقم آخر موسيقى 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 صلى الله على محمد وعلى أليه وسلم صلى الله على محمد وعلى أليه وسلم طالع البغر علينا من تنيات وداعي اشتركوا في القناة وعلى آله وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم وعلى آله وسلم وعلى آله وسلم وعلى آله وسلم أستي زكريا شنو المواضيع التي تشغل عليها في الفرقة؟ المواضيع التي تشغل عليها في الفرقة هي مواضيع عامة مواضيع تتهم المجتمع المغربي بدرجة أولى تنعيشها كل يوم يعني كالصداقة، كالأم، كالحياة فصل الأسرة القيم نبينا فصل الأسرة المغربية نحن نشغلها بطريقة مبساطة لتوصل لجميع الشرائح للعمر المغربي وشنو المتمنيات دي للكم؟ المتمنيات دي أنا وأن هذه الفرقة هادي والجمعية دي رحمك الناس توصل العالمية والحمد لله، وصل العالمية الحمد لله نحاول نوصل للقاع البيوت المغربية ولملاء العربية، صعيد العالمي إن شاء الله، كنتمنى لك التوفيق وكنحييك المجهودات كتقوموا بها، شكرا، شكرا، شكرا مشاهدينا ما سخيناش بكم ولكن جات لقيتها لنودعكم فيها كنتمنى حلقة اليوم تكون لتلعجاب ديلكم مع السلامة موسيقى 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 موسيقى